السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى بقية الجزء الخامس وهو قانون الكيرشوف وسنتعرض في هذا الفيديو إلى بعض التطبيقات لقانون الأول للقانون الكيرشوف وهو قانون الكي سي أل بعدما أخذنا نظرية الكي سي أل إذن الآن نشرع في المثال الأول هذه دارة أو هذا نوت جزء من دارة كهربائية مطلوب مني استخراج قيمة التيار الكهربائي I الخارج من مصدر الجهود من هذه البطارية التي قيمتها ثلاثة فولت باستعمال قانون الكي سي أل ونذكر أنه قانون الكي سي أل ومجموعة التيارات الداخلة إلى النوت تساوي مجموعة التيارات الخارجة من النوت ألاحظ إذن في هذا النوت من التيارات الداخلة إلى النوت ألاحظ أنه التيار المار من المقاوم R3 والمقاوم R1 والتيار المجهول الذي أبحث عليه هي تيارات داخلة إلى النوت أما التيار الذي يمر في المقاوم R2 فهو التيار خارج من النوت وقيمته ثلاثة ميلي إمبير فنطبق قانون أن التيارات الداخلة تساوي التيارات الخارجة من النوت إذن هذه هي التيارات الداخلة إلى النوت تساوي التيار الخارج من النوت وهو التيار واحد قيمته ثلاثة ميلي إمبير وبالتالي أخرج مجهولي مباشرة من هذه المعادلة فتكون قيمة الطيار المجهول لمصدر هذا الجوت هي 06 ميلي إمبير المثال الثاني هذا كذلك نوت مطلوب مني في هذا المثال الثاني استخراج قيمة الطيار IX وهو طيار كما نرى هنا هو طيار خارج من النوت وسنطبق قانون KCL لاستخراج هذا المجهول نلاحظ إذن هنا الطيارات الداخلة إلى النوت من؟ عندي 2 إمبير طيار داخل إلى النوت طيار آخر داخل إلى النوت وقيمة 4 وعندي طيار آخر داخل إلى النوت وقيمة 6 إمبير والطيار هذا الأخير هو طيار داخل إلى النوت قيمة 9 إمبير يساوي من؟ يساوي الطيارات الخارجة من النوت وفي هذا الرسم ألاحظ أنه عندي طياران خارجان من النوت وهو الطيار IX وعندي طيار آخر خارج من النوت قيمته سالب 1 إمبير فتكون النتيجة إذن أنه IX يساوي 22 إمبير في المثال هذا الأخير مطلوب مني استخراج أربع تيارات وهي الـ IW, IX, IY والـ IZ سنبدأ بخطوة بالخطوة لاستخراج التيارات الأربع في النوت 1 سأطبق قانون الكي سي أل وهو أن الطيارات الداخلة إلى النوت تساوي الطيارات الخارجة فتكون 6 هي 9 مع IY 6 والطيار الداخل إلى النوت وتسعة والـ IY هي طيارات خارجة من النوت 1 فتكون إذن النتيجة أنه IY تساوي سالب 3 إمبير ثم أطبق قانون الكي سي أل في النوت رقم 2 بنفس الطريقة فأجد أن الطيار الداخل إلى النوت هو طيار واحد قيمته 9 إمبير يساوي 2 إمبير مع 12 مع IX كل من الطيار 2 إمبير و 12 و IX هي طيارات خارجة من النوت رقم 8 فتكون قيمة IX سالب 5 إمبير لاستخراج الآن الآن IZ سنطبق قانون الكي سي أل في النوت رقم 3 و محتوى أنه IZ تساوي IX مع IY لأن الطيار IZ هو طيار خارج من النوت IX وال IY هم طيارات يدخلان إلى النوت رقم 3 مع علمي بقيمة IX و قيمة IY إذن أتحصل على IZ قيمتها سالب 8 إمبير أما IW فسأستخرجها عن طريق تطبيق قانون الكي سي أل في النوت 4 وهو العقدة هي العقدة الكهربائية التي تأتي في الأسفل فألاحظ هنا أنه قيمة 6 إمبير خارج من النوت ال IW خارج من النوت فتكتب 6 مع IW تساوي الطيارات الداخلة إلى النوت رقم 4 ومتياران قيمة الأول 12 إمبير والثاني IZ فأكتب 12 مع IZ مع علمي بال IZ أنه قيمة واستخرجنا هنا هي سالب 8 أضع سالب 8 هنا وأستخرج ال IW لأجد أن ال IW تساوي سالب 2 إمبير